الشان الأمنية تمكن عناصر الدركة الوطنية تابعين للفرقة الإقليمية ببلدية جيجل من الإطاحة بشبكة خطيرة مختصة في عملية تحضير وترويج المكمل الغدائي المقلد الخاص برياضة كمال الأجسام العملية النوعية تمت بنجاح بعدما جاءت أو وردت معلومات تحصل عليها عناصر الدركة الوطنية مفادها أن أشخاص يقومون بترويج وبيع مكمل غدائي مقلد لممارسي رياضة كمال الأجسام داخل ورشة هذا وقد تم حاجز عدد كبير من الأكياس التي تحمل علامات تجارة عالمية التفاصيل رصدها لنا أيمن عبد الرحيم استغلال لمعلومات مؤكدة مفادها قيم أشخاص بتصنيع مكمل غدائي للحمياء الخاص برياضي كمال الأجسام ميغاماس متكون من مواد مختلفة من أجل بيعها لأساس منتوج أصلي مستورد ولإهام ضحايا مقابل مشتبه فيهم بوضع هذه المواد في أكياس مقلدين العلامة الرسمية على إثر ذلك تم اختار سيد وكيل جمهوري لدى محكمة جيجل عن القضية وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع فاصيلة الأمن والتدخل الرقم واحد تم تشكيل دورية والتنقل إلى مكان الغرشة أين تم التوقيف شخصا مع حجز المواد المكونة للمكمل الغذائي وكذلك حجز عدد معتبر من الأكياس الفارغة المقلدة وكذلك مبلغ ما ليقدر بـ 30 مليون سنتيم كعائدات للبيع